قول السائلة هل تغيير الاسم المكروه بدون معرفة الأب ذنب؟ نعم لا يصح تغيير الاسم رغما عن الوالد في الحديث قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام وسميته باسم أبي إبراهيم فدل ذلك على أن الأصل المنوط بتسمية الابن هو الأب وعلى الأب أن يشاور الزوجة في هذا الأمر وأن يجعل هذا الأمر بالطراضي فالمرأة تعبت وحملت وكان لها ألام في شأن الإنجاب فيجب أن نحاول أن نراعي نفسيتها ونوصل الأمور بالشورى بالمحبة حتى لو في خلاف بين الزوج والزوجة في شأن اختيار الاسم فهذه الحالة ينظر هل هذا الاسم مكروه يؤثر على الابن وعلى علاقاته بالناس يعني في المجتمع أو في البيئة اللي هو فيه ده الاسم ده يبقى مسخة ففي الحالة دي يتعالى الأب أن ينصع وتغيير هذا الاسم ولا يتمسك بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة فيغير الاسم وينصع لهذا الأمر لله سبحانه وتعالى ويتشوع ويأخذ رأي المرأة في هذا طيب إذا كان الاسم ليس على هذه الصفة هو مستساغ لكن في خلاف بين الأب والأم هنا بنحاول نوصل الأمور بالشورى وبالمحبة وبالودة هذا هو الأولى لكن لو وصلنا إلى طريق مسدود يبقى الأصل أن الأب هو الذي يسمي ابنه أو بنته لكن إذا رعينا ما صبق ذكره إن شاء الله تكون الأمور ميسرة بإذن الله عز وجل وحتى بالنسبة للأباء لو فرضنا أن أنت اخترت اسم وما تيصرش الموافقة من الزوجة يبقى تطيب الخاطر يبقى إذن خلاصة النقام فرقنا بين مقامين بين أن يكون الاسم الذي اختاره الأب الاسم الذي اختاره الأب اسم غير موافق للشرع أو في خطأ شرعي أو في عقوق للابن بأن يكون الاسم قبيحا الاسم قبيحا فعند إذن يغير الاسم وينصى الأب إلى مثل ذلك إذا كان ليس على هذه الشاكلة ففي هذه الحالة الأب هو المسؤول لكن عليه أن يجبر خاطر المرأة ما استطاع إلى ذلك سبيلا اشتركوا في القناة